السلام عليكم ورحمة الله الإسلام دين ودنيا وكما يهتم بالعقيدة والعبادات يهتم أيضا بالمعاملات وكما أمرنا الحق سبحانه وتعالى بالعدل والبر والإحسان لغير المسلمين المسالمين نهانا أيضا أن نتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ينهى الله عز وجل المؤمنين أن يتخذ الكافرين أولياء بالمحبة والنصرة من دون المؤمنين فواجب على كل مسلم أن يراعي مصلحة الإسلام والمسلمين وأن يقدمها على ما بينهم وبين الكفار من قرابة أو صداقة أو تجارة أو غيرها أتدري لماذا؟ لأن في تقديم مصلحة الكافرين على المؤمنين تقديم للكفر على الإيمان ولو تأمننا جيدا في مجتمع المدينة المنورة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أن هناك تنوع فلم يكن مجتمعا مغلقا على المسلمين فكان بين المسلمين وغير المسلمين وخصوصا اليهود علاقات من القرابة والصداقة والأخوة في الرضاعة والتجارة وغيرها وكان بعض اليهود يظهرون المودة والولاء لبعض المسلمين ليفتنوهم عن دينهم فقيل لأولئك النفر من المسلمين اجتنبوا اليهود لا يفتنونكم عن دينكم فأبوا فأنزل الله تعالى تلك الآية الكريمة وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه نزلت تلك الآية الكريمة في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه كانوا يتولون اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار ويرجون أن يكون الظفر لهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى تلك الآية وقال مقاتل نزلت في حاطب ابن أبي بلتع وغيره وكانوا يظهرون المودة لكفار مكة ذاك هو منهاج الله لنا وهو ما يطلق عليه العلماء عقيدة الولاء والبراء أما باقي المعاملات الدنيوية بين المسلمين وغير المسلمين كالتجارة وغيرها والتي ليس فيها ضرر للمسلمين تجوز وما يتولى الكافرين من دون الممنين فقد برئ من الله والله بريء منه وليس لهم من دين الله نصيب قال الله تعالى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ بالتأكيد لأن من اختار موالاة الكافرين من دون المؤمنين آثر قوة الكافرين على قوة العزيز الجبار ولكن ماذا عن المستضعفين من النساء والصبيان والشيوخ وغيرهم ماذا عنهم فكان الاستثناء إلا أن تكونوا ضعافا خائفين على أنفسكم من القتل أو على أموالكم أو على أعراضكم فقد رخص الله لكم في مهادنتهم اتقاءا لشرهم حتى تقوى شوكتكم فتظهرون باللسان ما تتقون به شرورهم ويبقى القلب عامرا بالإيمان يا له من رب رحيم لا ينسى عباده المستضعفين رؤيا أن مسيرم الكذاب أخذ رجلين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لأحدهما أتشهد أن محمد الرسول الله قال نعم 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 فقال له أتشهد أني رسول الله فقال نعم ثم دعا الثاني فقال أتشهد أن محمد الرسول الله قال نعم فقال له أتشهد أني رسول الله قال إني أصم فقال أتشهد أن محمد الرسول الله قال نعم فقال له أتشهد أني رسول الله قال إني أصم فقال له أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال له أتشهد أني رسول الله قال إني أصم فأمر بقتله فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما هذا المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه فهنيئا له وأما الآخر فقد قبل رخصة الله فلا تبعت عليه ومن أقوال أبي الضرداء المأثورة والله إن لنبش في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتل عنه ويحذركم الله نفسه فاتقوه وخافوه وإلى الله وحده رجوع الخلائق للحساب والجزاء جزاكم الله خيرا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير